اهلا بكم دائما على شاشة قناة النيل للاخبار نحيك مشاهدين الكرام في مستهل هذه الفترة الاخبارية التي نخصيصها لمتابعة واحد من الملفات المهمة المثارة على الساحة وفي ظل التغطية الاخبارية الممتدة في هذه الفترة الاخبارية الخاصة نتجه الى الاراضي الفلسطينية المحتلة حيث مستقبل حكومة بنت على المحك هناك احتمالات كثيرة جدا في انهيار الاقتلاف الحكومي داخل اسرائيل فتواجه الحكومة الاقتلافية في اسرائيل احتمال الانهيار في ظل طرح تمديد سرايان قانون الطوارئ بالضفة الغربية للتصويت بالكنيسة في وقت لاحق في ظل غموض تصويت نواب القائمة العربية المعحدة هيئة البث الاسرائيلي قالت ان الاقتلاف يواجه اليوم امتحانا جديدا يمكن ان يحسم مصيره مع التصويت على تمديد انظمة الطوارئ في الضفة الغربية والذي يتأجل مرات عدة بسبب عدم توفر الاغلبية دعونا نتابع هذا التقرير الذي يقدم المزيد من التفاصيل حول حقيقة الاوضاع داخل اسرائيل وما يجري في الاراضي الفلسطينية المحتلة ثم بعد ذلك نبدأ النقاش مع دخول الحكومة الاسرائيلية امتحانا اخر في مواجهة المعارضة ودعوة احد طيارات اليمين المتطرف لدى المستوطنين الى العمل على قلب نظام الحكمة خرج رئيس الوزراء نافاتالي بانت بتصريحات يتهم فيها المعارضة وقال بانت عشية الاحتفالات بعيد البواكير ان اسرائيل تقف امام اختبار حقيقية وتشهد حالة غير مسبوقة تقترب من الانهيار وتواجه مفترقة طرق تاريخيا وجهت هذه التصريحات في وقت يستعد فيه بانت ورؤساء ثمانية احزاب في الاقتلاف الى انقاذ الحكومة من فشل برلماني جديد فمن المقرر ان يطرح وزير العدل جدعون سعر مشروع قانون يقضي بفرض القانون الاسرائيلي على المستوطنين ويعتبر هذا القانون تقليدا منذ الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية يتم سنه بشكل مؤقت لمدة خمس سنوات وفي المقابل يمارس بانت ورفاقه ومعهم طيار من المستوطنين الضغوط على احزاب المعارضة اليمينية كي يصوتهم ايضا مع القانون باعتبره يخدم مصلحة المشروع الاستيطاني اهلا بكم مجددا هذا كل ما لدينا في هذا التقرير لكن بالتأكيد لدينا تفاصيل كثيرة نطرح على النقاش مع ضيفنا الكريم الذي نشوف به معنا هنا في الاستوديو الاستاذ احمد خليفة مدير تحرير وكالة انباء الشرق الاوسط اهلا بك استاذ احمد اذا ما بدأنا بعنوان رئيس مستقبل حكومة بنت هل هو فعلا على المحك اما انه ربما هناك معطيات تغير من موقف بنت وحكومته هو على حسب تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي نفسه نفتالي بيلنت هو يعني عنده نوع من انواع عدم الاتمئنان لمستقبل اسرائيل بشكل عام اولا اسرائيل هي الدولة الدينية اليهودية الوحيدة في العالم مبنية على افكار طوراتية بالمقام الاول دولة بها غير الصراع العربي الاسرائيلي والفلسطيني الاسرائيلي عندنا صراع اثني داخل اليهود انفسه طبعا بما انها دولة دينية ودولة طوراتية طبعا بيحكمها افكار طوراتية بالضرورة في علوم اسمها علوم الجفر او علوم الارقام عند اليهود اسمها الكبالة العلوم دي بتحول الحروف لارقام واسنين معينة وهما على حسب عقدتهم بيعتبروا اسرائيل الحالية اللي بقالها اربعة وسبعين سنة او يزيد واحتلالهم للقودس من خمسة وخمسين سنة بيعتبروا ان دي المملكة التالتة عقب مملكتين برضو اعتمادا على هذه العلوم التوراتية اللي انهارت قبل السمانين عام او بعد تمن عقود فلو تتبعنا تصريحات رئيس الوزراء يعني هما هنا طبقا لبعض المعتقدات اليهودية هذه الدولة الثالثة يجب ان تنهار قبل ان تكمل السمانين عام لأسباب اثنية عرقية خاصة باليهود نفسهم وليس سراعا مع الخارج قياسا على انهيار المملكتين السابقتين اللي انتهوا في يعني اربعة وسبعين سنة سبعة وسبعين سنة في الحدودين طب انا معلش بس بستوقفك لان انت حراج دلوقتي حسمت مسألة مهمة جدا فكرة ان الدين او المعتقدات الدينية داخل اسرائيل تلعب دورا رئيسا في هذا الكيان الذي يتصب الاراضي العربية ما اشارتي ليه هنا هل تبقى لوجهة النظر اليهودية يجب على اليهود ان هما يساهموا او يساعدوا في فكرة سقوط هذه الدولة يعني اليهود المتدينين عليهم ان يسعوا جاهدين لانهيار الدولة الثالثة ولا العكس على اليهود المتدينين ما عليش قبل ما اجاب بس على السؤال ده هستكمل لحضاك الجزء الثاني اللي بيمثل مخاوف اخرى هو السراع السياسي برضو على اسس دينية ما بين رئيس الوزراء الحالي ورئيس الوزراء الاسبق يهود براك اللي هو اعتبر على حسب تصرحات رئيس الوزراء اشد او قلد الخصام لنفتالي بيلنت الحكومة اللي هو بنفسه قال انها حكومة عجيبة تتكون من ناس انا بختلف معها بشكل كبير جدا في اختلاف في الرؤى وايضا اختلاف في التوجهات هنلاقي في الحكومة الحالية الاحزاب المكونة لهذا الاتلاف تجمع من شتات الافكار وشتات افكار الاحزاب المختلفة وتجد فيها حتى اخوة مسلمين تجد فيها آآ يهود متطرفين ودين الاغلبية آآ عايز بس آآ ارجع بالذاكرة بس البداية آآ الالفية الجديدة لغاية 2010 آآ كل اللي بيشتغل بشأن الخبري زي الصحفيين والاعلاميين كنا عايشين في وهم الحمائم والسقور حزب العمل وحزب اللي كود آآ بنفرح في العالم العربي لما تأتي حكومة يسارية وبنخاف من اليمين المتطرف اعتقد ان الحاكم آآ اسرائيل آآ يعني فكرة شبيهة بحكم الولايات المتحدة مهما اختلفت الادارة الامريكية ولكن السياسة الامريكية واحدة ايضا اسرائيل لها توجهات واحدة نرجع للخلافات مرة اخرى آآ برضو رئيس الوزراء الاسرائيلي حذر من المشهد المرعب اللي كلنا شفناه في الصيف اللي فات آآ خروج لأول مرة آآ معلش بس هستكمل النقطة دي دقائق قليلا آآ أول مرة عرب اسرائيل اللي هم فلسطينيين بالمقام الاول ولكن تم تسميتهم عرب اسرائيل لانهم حصلوا على الجنسية الاسرائيلية شفنا مظاهرات حسوا لأول مرة بهويتهم الحقيقية في عكة وحيفة والمدن التاريخية آآ اللي موجودة على الساحل آآ داخل آآ الكيان الاسرائيلي نفسه المشهد التاني ايضا آآ اللي الحقيقة آآ يعني لفت نظري جدا ولفت نظر ناس كتير ولكنه عبد على وسائل الإعلام مرورا عابرا آآ الاقتحامات التي تتم المسجد الأقصى بشكل يومي وهو مكان مقدس عند المسلمين زي الكنيس وزي الكنيسة ومسيرة الإعلام اعتقد كراروها النهاردة المشهد الآخر الأكثر رعبا وهم نفسهم أكثر رعبا مننا يعني هو هو المحتل وهو الغاصب وأيضا هو عنده خوف غريزي نتيجة ثقافة الجيتو اللي تربط على متى ألاف السنين وإحساسه الدفين إنه هو مغتصب لأرض ليست من حقه آآ وكان وقابل هذه المسيرة أيضا مسيرة أعلام آآ فلسطينية ويمكن عملت مداخلة مع قناة ذات إن أنا كنت بتكلم على فكرة التوجيه من الخارج أيضا وكأن هناك آآ من يريد لهذا الصراع أن يستمر بلا طائل بلا جدوى وأيضا بلا سقف أمل بلا حل من الخارج من الخارج يعني في المنطقة دول إقليمية كبرى ممكن نسميها هناك صراعا إسرائيليا إيرانيا يبدو على السطح أنه صراع ولكنه خلاف على مناطق النفوذ هناك أيضا صراع تركي إسرائيلي يبدو على السطح أنه صراع ولكنه صراع على مناطق النفوذ والأسف هذه المناطق النفوذ داخل المنطقة العربية بالإضافة إلى الصراع القديم الأزلي الأبدي ما بين القوى العربية على رأسها مصر وإسرائيل تبدو أحيانا في فترة سلام بارد وتبدو في أحيان أخرى حينما يشتعي الموقف يظهر الدور المصري اللي هو بيدفع لحلول سلمية أكتر ولكن الضغط من جانب المتطرفين في إسرائيل يضغط على أي حكومة في اتجاه مغير لاتجاه السلام طيب كعادة حضرتك دائما يعني كل ما تقدمه من تحليلات فيها كم كثير جدا من المعلومات بحاجة إلى أسئلة إضافية لكن دعني أمسك بما أثرته منذ قليل لأن هذه النقطة أعتقد أنها مهمة من عقود كان لافت لنظر على الأقل بالنسبة لي أحد التحليلات السياسية التي تذهب إلى أنه إسرائيل لو تركت لنفسها وشأنها عندها حجم من التناقضات الداخلية ما يعجل بين هيارها وزوالها الآن حركت عيد طرح هذه المسألة بشكل لافت للنظر وإن كان الدين هو الحاكم أو الغالب في وجهة النظر المهيمين الآن حتى داخل إسرائيل دحية إسرائيل بالطالب اللي اعترف أنها دولة يهودية يعني دولة دينية دعني هنا أذكر مشاهدين الكرام أنه فكرة أنه مستقبل إسرائيل على المحاك أو مستقبل الحكومة الحالية على المحاك بينت رئيس الوزراء الإسرائيلي أشار في رسالة بثاها عبر مواقع التواصل الاجتماعي يقول ما يلي تفككت دولتنا دولة الاحتلال الإسرائيلي تفككت دولتنا سابقا مرتين بسبب الصراعات الداخلية الأولى عندما كان عمر دولتنا ثمانين عاما والثانية عندما كان عمرها سبعة وسبعين عاما ده اللي أكيده الأستاذ أحمد خليفة منذ قليل يضيف بنت نحن الآن نعيش في حقبتنا الثالثة ونقترب من العقد الثامن ونقف جميعا أمام اختبار حقيقي فهل سنتمكن من الحفاظ على دولتنا هكذا يتساءل بنت وده بيجعلني أعيد طرح السؤال مرة أخرى على حضرتك طبقا لوجهة النظر الدينية التي تتبنى هذا الطرح هل المطلوب من الإسرائيليين أو اليهود أنهم يحافظوا على دولتهم ولا من مصلحتهم التعجيل بانهيار الدولة انتظارا ربما لدولة أخرى تمنونها أو مشابه في أحد الحركات اليهودية المتدينة بتؤكد أن قيام دولة إسرائيل كان من مقام الأول خطأ وكان ده معتقدات الإسرائيلية أو اليهودية الطورتية بتقول أن قيام دولة جديدة زي تصريحات رئيس الوزراء اللي حداك أشارت إليها بيعجل بالنهاية الخاصة باليهود ده على المستوى الفكر الطورتي يقبل في العلوم العربية علوم الجفر أو علم تحويل الأرقام إلى حروف بيقولوا فيه أن بعض المؤشرات وبعض المنطرح هذا الطرح يعني أن 2022 بدايات النهايات للكيان أو الدولة الثالثة أو على حسب معتقداتهم المملكة السلسة على المستوى السياسي في انتظار مملكة أخرى؟ في انتظار النيارها وإقامة مملكة أخرى أو عدم إقامة يعني هما العقدة الرئيسية في الرقم اللي هو تمن عقود لا تتخطى التمن عقود احنا 74 سنة حتى اللحظة احتلال مدينة القدس بعد سنة 67 55 سنة لا يستطيع اليهود التيقن من مستقبل بلدهم هم حتى في أثناء الاشتباكات عندهم إصابة ما بنسمعش عنها إلا في إسرائيل الهلع يعني يتعد من ضمن الإصابات اللي هي الخوف الشديد فكرة الجيت ومازالت حكمة عنصوري دي يمكن حتى بعد الانتفاضة اللي كانت فيه 2002 بدأوا يعملوا الجدار العازل أصبح فعلا نظام فصل عنصوري كامل حتى الفهم عند الطبقات أو النخب في العالم وبالذات في أوروبا بدأت تتفهم القضايا الفلسطينية فيه بعدين آخرين غير البعد الديني هو البعد السياسي الخلاف السياسي داخل أحزاب الإسرائيلية والنظام الإسرائيلي يسمح بوجود قوائم عربية ومسلمين ومسيحيين وأيضا هناك يسار عربي إسرائيلي بدأ يتم تحجيمه في إسرائيل وانتشار أفكار اليمين المتطرف وسعود أفكار اليمينية دي برضو بتعرقل أي مسيرة لمحاولة العيش المشترك سواء ما بين الإسرائيليين بالذات داخل مدن داخل أراضي 48 شفنا دوحة السناء في الاشتباكات اللي حصلت في الصيف الماضي عقب الاشتباكات ما بين قطع غزة وإطلاق صواريخ من حماس إلى المدن الإسرائيلية لقينا ردود فعل وده فاجئ الإسرائيليين بالمناسبة من جانب المواطنين العربة الذين يحملون الهوية الإسرائيلية تقف جنب تاريخهم وثقافتهم أكتر من هويتهم لدولة إسرائيل ده برضو من ضمن تصريحات رئيس الوزراء بالإضافة بقى المستوى الثالث للصراع هو صراع على مستوى الإقليم والصراع على مستوى العالم نجد الحرب الروسية الأوكرانية أيضا تم استخدام القضايا الفلسطينية فيها شفنا تصريحات لفرو بيقول احتلال أو اللي هم بيسموها العمليات الروسية داخل أوكرانيا وتحرير إقليم الدومباسك بدأت تتعاقد مقارنات بين حل أوكرانيا وحل فلسطينية محتلة وطاعات الولايات المتحدة الأمريكية أنت لو افترضت أن أوكرانيا رئيسها يهودي الجالية اليهودية والتأثير اليهودي داخل أوكرانيا قوي جدا هل هم عندهم فكرة الترحيل يعني حضايك سألتني سؤال بعد المملكة دي ما تنتهي أعتقد أنه ممكن يكون فيه وطن بديل آخر يعني فكرة هجرة الدولة نفسها لأن بعد وعد بيلفور كان الوطن المقترح هو أغندا وتم هناك أحاديث على أنه في دولة سوفيتية سابقة كمهورية أنا كنت منزل بست على الفيس عنها بس أنا نسيت اسمها الحقيقة هي قرب أزربيجان حجمها سوية دي كانت المملكة الأولى أو أغلب سكانها من اليهود وكانت من ضمن المقترحات أنها تكون دولة هدية وبتم حتى تمس المعلومات الخاصة بيها والحديث عنها أعتقد أنه ممكن تكون أوكرانيا أيضا وطن بديل يتم التفكير فيه اللي بيحصل ده يكون تمهيد لها يعني لو فكرنا بطريقة المؤامرة يعني بين قسيني يعني ممكن يكون أنه هم وصلوا لحلول يعني أو أفق محدود وعدم موجود حلول وربما يغذي ده هو أنا يعني دلوقتي في النقاش اللي بينه وبين حضراتي دلوقتي بجد صعوبة بين أنا أفصل الخلفية الدينية عن الأسئلة السياسية اللي هي المجرد ربما يغذي الشعور ده أنا آسف أنا بسأولي جملة دي وبرضو حركة مكتبنا عليها ربما يغذي هذا المعتقد داخل سلطات الاحتلال الإسرائيل لأنه كل عملات التنقيب التي تجري منذ عقود داخل المسجد الأقصى وفوق المسجد الأقصى وحول المسجد الأقصى لم يلدوا حجر أو أي قطعة تؤشر لو ثمت وجود يهودي أو صلة يهودية بالمسجد أو بهذا المكان وده على لسان علماء أثار يهود وهم فكريين يعني بنيين فكرة الوطن على ألاف السنين يعني طبع إذا رجعنا المملكة المتحدة بريطانيا حاليا وصولها ليست إنجليزية وصولهم غزاة الشمال النرويج يعني أغلب سكان بريطانيا وصولهم النرويجية هل من حق النرويج أن تطالب بالأراضي البريطانية لأن الشعب البريطاني أصلا نرويجي أو فنلندا اللي كانت جزء من الامبراطورية القيصرية يعني اللي بيبني دولة على فكر إرث تاريخي طب مع مصر كانت طول عمرها محيطها خارج حدود الدولة المصرية أجزاء من ليبيا وأجزاء من السودان وأجزاء من الشام وأجزاء من إثيوبيا وأجزاء من الحجاز حتى الحجاز كله أحيانا فهل نطالب بحقنا التاريخي لأننا كنا في وقت من الأوقات نحتل هذا الجزء لكن في قوانين دولية بتقول يعني ما زالك الدولة الفلسطينية تحيح أكتهد مع حضرتك أن نحن ننحي البعد الديني جريبا قليلا لأنه حتى الأديان الثلاثة في اللحظة حضرك تعلم ده تماما ربما أكثر مني الأديان الثلاثة كل له رواياته تجاه ما يجري صحيح في القدس والأراضي الفلسطينية وحتى فكرة الترويج للدين الإبراهيمي الجديد اللي بدأت تنتشر من 3-4 سنين برضو بيلعبوا على عنصر المشاعر الدينية يعني ما هم الرابع المستحيلات أن أنت تتفق اسمها عقيدة لأنها عقدة لأنها شيء معقد يعني فطبعا أنا أعتقد شيء وحضرك تعطقد شيء آخر ولكن تحكمنا في النهاية زي ما حضرك أشارت بالزبط تحكمنا للقوانين السياسية عزيز طيب فيما يتعلق بالجانب السياسي أحد الأبعاد المرتبطة بما يجري داخل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما أشرت إليه دلوقتي أنه ثمت أطراف في المشهد السياسي الإسرائيلي لا تريد لبنة البقاء حركت تكرم ما ذكرت يهود أولمرت ولا يهود براك يهود براك طبعا لا مش يهود براك أسف بين يمين نتنياهو بين يمين نتنياهو هو يطبع أكثر حركت وصل بين يمين نتنياهو أنا صغرات محرك قلت يهود أنا يمكن طبعا هنا بن يمين نتنياهو يترقب الفرصة للإطاحة ببنة لأن رؤيته هو أيضا يمين ويمين يمكن أكثر التطرفا ولكن هو بيلعب سياسة كويس بمعنى أنه حتى ليه خبرة مع الأنظمة العربية والتعامل مع العرب يمكن يعني أقصر أشياء اللي كانت تمثل يعني إهانة ليه هو شخصيا هو وطالته هو وزوجته يمكن الرشاوي واستغلال النفوذ إلى آخره أنه كان بيأخذ الغسيل بتاعه واشنطن وحتى وصلت للمظاهرات حول منزل يهود براك يعني الأمور دي ضغطة على نتنياهو ضغطة من الشارع ولكن ليس على المستوى الحزبي ولها حسابات أخرى بس ده حصل يعني ده حصل فعلا يعني طبقا لما نتغيبهم يعني الشخصية اليهودية شخصية معقدة جدا وزي ما القرآن قال تحسبهم سواء وقلوبهم شتى ده يقينا فعلا في طبعهم يعني يمكن حتى اتفاقيات السلام اللي تمت ما بين حكومات عربية وأولها الرئيس الراحل محمد أنور السادات تمت مع بيجن أشد المتطرفين اللي كان في عصابات شتيرن والهجناء في تأسيس دولتهم المزعومة في قبل 48 نعم ودايما الاتفاقيات تتم مع اليمن وليس مع اليسار يمكن معه اليسار لغته قل مفروض أنه هو يعني أقرب للتواصل مع اليسار العرب ويمكن حتى قبله بعد تأسيس دولتهم كان اليسار على فكرة واحدة ما بين اليساريين العرب واليساريين اليهود ويمكن حتى كان فيه بعضهم كان مواطنين من مصر ومن دول عربية وهجروا إلى إسرائيل وتحولوا إلى مواطنين عظيم اللي قافل الوفق نتنياهو عايز يرجع للمشهد السياسي وسدة الحكم مرة تانية عايز هذا الاتلاف لتبيض صفحته بالزبط وأيضا يستعيد سلطته لأن طول ما هو في السلطة هيكون تم تجميد ملاحقته القانونية وله بس احنا بسمعناش أي حاجة سيد أحمد عن ملاحقته قانونيا بعد ما يعني ما فيش تركيز على القضاء اللي هو تركيز خبري يعني بالنقصد للأسف دايما بعض الأخبار المهمة بيتم عن عمد تمسها لبعض الشخصيات حتى يعاد استخدامها مرة أخرى يعني هل هو قام بتسوية قانونية ما كان عليه مطالبات مالية وقام بتزددها هل هو مدان حتى لو سدد ما عليه يعقب بالحفص ما اعتقدش أن المسؤول السياسي وصل لدرجة رئيس وزارة في الشرع الإسرائيلي وصل لأنه هو فضحه وأنه كان بياخد غسيل الهدوم بتاعت بيته الفضيحة دي جاية وراحة لا ده مسؤول أمريكي عشان يغسلها على حساب الهوتيل أو الفندو أنه كان بياخد كم من الملابس رهيب جدا عشان يتغسل بر ده أحد المسؤولين في الخارجية الأمريكية هو اللي قام بالتسريب ده على أساسا ويمكن هو حتى رئيس الوزراء الإسرائيلي اعتذر وقام بدفع تمن الغسيل الهدوم ما فيش فايد لا هم الحقيقة حتى بعد عودة العلاقات ما بين إسرائيل والإمارات أول فوج سياحي وده مسؤول الإماراتي اللي قال الكلام ده وصل للفنادق الإماراتية وعملوها قبل كده في أوروبا في دول كتير يعني هم اليوم تاريخ الحقيقة سرقوا كانوا من الانتقام الحنفيات والحاجات اللي موجودة في الغرف الشمعات كل ما تستطيع يقول الحرك ما فيش فايدة أنتصل إليه وعملوها قبل كده في بعض الدول التانية ده حصل في هولندا واعتذرت وقدمت السفارة الإسرائيلية في هولندا اعتذار للفنادق اللي حصل فيها ده للأسف هم ليهم ثقافة خاصة بيهم هنا هنا بنت يبدو وكان هو يتخطى حدود أنه رئيس حكومة وكانه رجل يدافع عن كيان إسرائيل بالضبط كده كلها حدك يعني جبت الإفادة هو بيكلم على جزء تاريخي هل ده مقصود أنه هو يستغل ده في الكفاض على حكومته والخور ولا فعلا هو رجل صادق مع نفسه نقدر نسميها نعم باللعب بالمشاعر لأن ما فيش يهودي مش فاهم الكلام ده ده جزء من التراث بتاعهم وجزء من عقدتهم وجزء من تاريخهم فهو بيلعب على المشاعر الدينية الوطنية نقدر نسميها أنه هو بيسعى يعني كسر النبوءة دي هي نبوءة أنه تم يعني من داخل المملكة بيسموها مملكة المملكتين دول اللي هي هودة والسامرة والمملكة الثانية قبل نهاية 80 سنة فاحنا في 74 سنة فاحنا على أبواب انهيار المملكة الثالثة نوع من اللعب بالمشاعر الدينية وده على فكرة بيمرس في كل الأديان هتلاقيه في المسيحية وهتلاقيه في الإسلام إحنا عندنا مثلا طب هنا الثقافة مختلفة وفيها نفس المفرد الدين دخل في سياسة يعني طبعا ما هي أي الفكرة ده إحنا عدنا سنين يهود براك شخصيا بيطالب الدول العربية مش بالتفاقية السلام بس ده باعتراف بإن إسرائيل دولة يهودية يعني الصراع هنتقل من مستوى العسكري والسياسي إلى مستوى ديني يعني أنت بتحارب دولة مقدسة لكن إسرائيل بنيت أساسا بالمقام الأول على أنها دولة سياسية متعددة الثقافات وإحنا اشتراكيين كانت الاشتراكية موضة في العالم كله فهي بالأساس أول دولة اعترفت بها التحذبتي وهو كان زعيم الشيوعية والاشتراكية في العالم تأسيس الدولة بدأ بفكر المستوطنات أو الكبوتزات أو صحيح إلى آخر طب قبل ما ننتقل بحضرتك لمستوى آخر من الرؤية أو التحليل مرتبطة بطبيعة علاقة واشنطن بما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأيضا روسيا في ظل الظروف لأنه في متغيرات أو مياه كثيرة جرت في النهار فيما بين تل أبيب وموسكو قبل ما نتخطى فكرة النبوءة هل عند حضرتك يعني إحصاء أو خبر أو معلومة تفيد إلى أي مدى الشرع الإسرائيلي مؤمن بهذه النبوءة يعني إلى أي مدى كان في المئة من الإسرائيليين أو اليهود أو المستوطنين بيؤمنوا فعلا بزوال الدولة ثلاثة لأنه ده هيكون مهم جدا لمن يهمه الأمر سواء في السلطة الفلسطينية أو في العرب أو من يتعامل مع الملف أنه العقلية الإسرائيلية أو الذهنية الإسرائيلية مهيئة الآن لفكرة زوال الدولة ده صحيح هتلاقي في في نسب محددة لا لا بشكل إحصائي لا لكن بشكل نظري بشكل مباشر طبعا أهل المدن يختلفون عن أهل المستوطنات يعني لو لحضرتك طبعا هي مش نسبة هتكون موثقة بس لو أن ليك أنت تتوقع 50% مثلا هو الفكر السائد حاليا هو فكر طوراتي بيحكمهم اليمين المتشدد يعني أكتر من 50% تقريبا يعني لكن ده موجود دايما يمكن حتى في بداية الألفية أنا وزومة كتير قعدت فترة في رمالة وزورة القدس وزورة المدن كلها سواء داخل خط الأخدر أو خارج الخط الأخدر في ألفين وكام ألفين واثنين ألفين واثنين أنا كنت هناك ألفين وخمسة أه قبل الحجاب أنا بسميه بالتريق عليه هو هو الصور الحاجز فأنا بسميه زي الحجاب الحاجز يعني كأن ما داخل الأراضي اللي هم استولوا عليها الأراضي الإسرائيلية أتلاقيها نظيفة ومنورة والنحية الثانية اللي فيها الفلسطينيين فيها الغارات وفيها أيضا الخدمات العامة ضعيفة أكتر من كده يعني أنا بشهد أنا شفته برضو باعين لأنه كانت جات فترة قناتي للأخبار كان بيكون لها بعض الموضعين أو المرسل المتواجدين بيتابعوا ما يجري هناك أنا بشهد أنا فاكرا أنا شفته بنفسي ما كان في ضواحي القدس تقريبا اليهود الفلاشة أو اليهود السود متجمعين فيه بشكل غير آدم يعني فواضح أنه حتى فيه تفرق عنصرية فيما بين أصحاب البشرات داخل إسرائيل هتلاقي الأصولهم يمنيين متجمعين لوحديهم هتلاقي اليهود العرائيين اليهود الروس اليهود الأمريكان اليهود الأدامي اللي هم من بولندا ودول أخرى هتلاقي جيته يهودي داخل الجيته اليهودية وهي دي ثقافتهم طول عمرها ردا على سؤال حضرك اللي هو هل نسبة كام لكام هتلاقي أهل المدن بطبيعة الحال زي تل أبيب والمدن الكبيرة مدنين أكثر أكثر تقبولا يمكن بشكل أو بآخر للآخر يعني لكن ثقافة المتطرفين المستوطنات حاجة مخيفة جدا متشددة متشددة حاجة عنيفة عندهم معنف وشوفنا كلنا الفيديوهات اللي جاية من اقتحامات القدس بقيادة الحخامات المتطرفين وأيضا شوفنا تسهيلات الجيش الإسرائيلي وتسهيلات الشرطة الإسرائيلية لهؤلاء مع الأيام بنلاقي فيه تساهل كبير مع هذا يبقى ده بدينا مؤشر أن التطرف هو الحاكم الثقافة الحالية والدفع بالصراع الديني مقدم على الصراع السياسي قبل أن نصل برضو لنقطة الختام وهي فكرة كيفية أننا كعرب وفلسطين نستغل هذا الظرف نؤجل ده لنقطة الختام ونتحدث عن طبيعة العلاقة الآن ما بين واشنطن وموسكو فيما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة طب نتكلم عن علاقة واشنطن بتل قبيب الأول أو علاقة واشنطن بإسرائيل هو أنا كنت لسه أعزي أضيف لحضرتك أنه يعني التاريخ عودنا أنه واشنطن هي صاحبة القول الفصل أو القول الكلمة الأخيرة فيما يجري ما هو على مدى تاريخ الصراع كله لكن موسكو مالهاش دورة لا لها دور بعد حرب أوكرانية أصبح لها دور لا لا قبل كده قبل كده كانت دولة من ضمن الدول الكبار في العالم زي باريس وزي لندن بس هي كانت السياسة غير موجهة لصالح العرب موسكو للتحاد الروسي يعني هي داعمة ولو بشكل غير مباشر آه بس موسكو للتحاد الروسي موسكو بوتين القيصر الروسي تختلف عن موسكو للتحاسبتي كان هناك مستوى صراع بعد انهيار التحاسبتي بقى في مستوى أقل كأن كان في حاجة اسمها الربعية أصبح دورها ضعيف وتأثيرها أضعف نتيجة انهيار الداخل الروسي في حال ما تسعى إليه موسكو من استعادة دورها الإقليمي والدولي وشوفنا دا في حفاظها على حدودها الأمنية صراحة في أوكرانيا بشكل عسكري مباشر وأيضا تهديدتها لفنلندا والسويد ودول البلطيق السلاسة هي محاولة لسعادة الدور الروسي من ضمن هذه الأدوار دورها في منطقة الشرق الأوسط وشوفنا الربط ما بين قضية أوكرانيا وقضية فلسطين على لسان وزير الخارجية لا بس أنا أخذك لحاجة تانية يعني شي بشي أذكر معلش إحنا كده أعتبر أجلنا واشنطن شوية الاتحاد السوفيتي نفسه كان ليه دور مؤثر فيما جرى في يونيو 67 يعني وعد عبد الناصر بدعم قوي وأنه لن يسمح بأنه إسرائيل تتمادى في عدوانها الآخر كل هذه الأمور هي طبعا كان السلسلة لكن تخلوا تماما عن ناصر أنا عايز أقولها هي كان السلسلة أخطاء متراكمة أو يعني متواكبة بالتوارد أخطاء ولا هما كان رهنهم من البداية فعلا على دعم اليهود واحتلالهم لا أولا كان أول اعتراف بوجود كيان يهودي عبري إسرائيل في المنطقة كان باعتراف التحاد السوفيتي والولايات المتحدة ثم باقي دول العالم التي قامت بالاعتراف بهذا الكيان الخلاف بدأ لما استمالت الولايات المتحدة وكان هناك صراعا باردا وساخنا أحيانا بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة فأصبح للعرب قيمة عند الاتحاد السوفيتي شفنا العراق وتزودها بالسلاح الروسي والدعم الروسي وسوريا والجزائر ومصر وأصبح هناك معسكر شرقي ومعسكر غربي وبدأ الصراع بهذا الشكل على هذا المستوى في هذه التوقيتات حتى توقيع اتفاقية السلام وخروج مصر من هذا المعسكر وبدأنا التحالفات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة بعد الصراع الأوكراني أصبح التحول بدأت دول العربية كأنها تبدو في موقف جديد هناك صراعا دوليا هناك أيضا صراع حتى على مستوى الغذاء في العالم روسيا تستخدم الأمح كسلعة سراتيجية وأيضا تلوح بها كنوع من العقوبة للدول التي لا تقف في الصفاة أصبح صراعا ماليا النظام سوفت النظام المالي الجديد بين الصين وروسيا وأيضا بداية تكوين نظام مالي مناهض للهيمنة الأمريكية أو البترو دولار وشفنا ده في مواقف دول الخليج نعود مرة أخرى إلى واشنطن واشنطن منذ بداية تأسيس إسرائيل حتى اللحظة لا تتخذ مواقف حتى الشخص الوحيد اللي حاول يعمل اتفاقيات مع الجانب العربي وهو أسحاق رابين تم اغتياله من قبل المتشادية أمكنني حتى حضايك ذكرت زيارتك للأراضي الفلسطينية في 2005 في 2002 أنا في المدينة القدس وروني المكان اللي اتقتل فيه رابين ورحب عام زائفي اللي هو كان وزير السياحة أيضا تم اغتياله من قبل ده من الفلسطينيين وده من المتطرفين إسرائيلين كان أيضا فترة تشهد مستوى آخر من إسراء الحقيقة اللي بيؤجج إسراء هو المقدسات الدينية الإسلامية بدعاوة يهودية زي مقام سيدنا إبراهيم الخليل إبراهيم مناطق مشتعلة في مدينة القدس ومدينة الخليل بعض المناطق التماس يعني دايما تلاقي حرة فلسطينية مثلا على سبيل المثال يتحط فيها بيت يهودي أصبح سكان هذه الحرة في القدس أو في الخليل يدخلون إلى منازلهم ببطاقات الهوية بيوفهم يدخلوا ممكن يتم منعهم يعني نوع من أنواع إحنا هنا بنتكلم على سراء ديني وفصل عنصري أيضا هنا موسكو يعني غير معنية بنفس القوة اللي واشنطن معنية بيها آه أنا ما كمتش لحضرك الولايات المتحدة أي إدارة أمريكية عندها خطوط معينة تقف عندها أي إدانة في مجلس الأمن أو الأولى المتحدة ضد الكيان لا يجب أن تمر دعم إسرائيل بأحدث الأسلحة إذا كان هو هيديك مثلا F-15 F-16 ينزع منها بعض المكونات تقدر إسرائيل وحدها أن تكون متفوقة على ما تسمي إسرائيل محيط الأعداء المحيط بيها أيضا دعم إسرائيل اقتصاديا وماليا وسياسيا هل يعني التغيرات الدولية المعطيات المتغيرة على الساحة الدولية في ظل ما يجري في أوكرانيا ممكن تغير من قناعات واشنطن تجاه تل أبيض بمعنى أنه يعني إحنا فهمنا لعقود أنه واشنطن تحافظ على أمن إسرائيل وكانها ولاية ضمن الولايات الأمريكية لمصالح خاصة بها في المنطقة وكذلك الغرب وتحديدا بريطانيا نحيك عن الغرب لهم خصوصية فكرة أنه في مرحلة معينة كان اليهود غير مرحب بيهم أو كان فيه نقضي وجه لليهود داخل أوروبا فكان المصلحتهم بالذات في البرلمانات يعني خروج اليهود من أوروبا لضمان استقرار أوروبا بعد حرب العالمية الثانية بعد 45 وأثناء الحرب هل كل هذه المعطيات تغيرت يعني أصبح الولايات المتحدة الأمريكية لديها معطيات جديدة على الأرض لا يمكن بحال ما لأحال إن تبقى هذا الكيان المقتصب للأراضي العربية راس الحرب أو أحد الأدوات التي تحقق مصالح واشنطن في المنطقة ولا لسه الأمور كما هي لم تشهد تغييرا يعني مثلا سنة 90 بدأنا نسمع عن كان اتفاق أسله وكان بداية المفاوضات ونسمع في نشرات الأخبار مفاوضات سرية سورية إسرائيلية وأيضا هناك يعني مبادرات للانسحاب من الجولان ترامب في أثناء فترة ولايته اعترف بالقدس والجولان أراضي إسرائيلية طبعا اعتراف غير مقبول على أسس القانون الدولي طبعا بحكم شارعة الغاب هناك اعتراف قد تتطور لنوع من أنواع الحلول أو حالة الوضع أقصى ما تقدمه في أثناء المفاوضات للدول العربية اتفاقيات سلام هزيلة يمكن عقب طرح المبادرة العربية للسلام في بداية العقد الماضي اقترحت إسرائيل السلام مقابل السلام احنا حاليا بيطبق السلام مقابل السلام دايما يا سيد أحمد حرك بتشير إلى ما يجري من تطبيع علاقات مع بعض الدول العربية دايما كل ما نرفضه يتم يعني الطرح الإسرائيلي من عشر سنين يطبق بعد عشر سنين احنا الأول كنا عايزين كامل فلسطين تم التنازل إلى الضفة حدود سبعة وستين الأدبيات السياسية اللي احنا بنقولها اللي هي الضفة وكتاعة غزة فطبعا احنا وصلنا الحالة من الصعوبة ده فيما يتعلق بينا كعرب وانا هاختب بالنقطة دي لكن المتغيرات الحقيقة شرط إليها ممكن حقيقة تعمل التليفون أو حتى الصدر المتغيرات الحقيقة شرط إليها منذ قليل فكرة أنه الداخل الإسرائيلي مهيأ بشكل أو بآخر لانهيار الدولة هل ده لي صدى في واشنطن ولا قناعات واشنطن دي 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 إنه ستبقي على هذا الكيان لا طبعا خاصة إذا معذرة يعني أذكر مشاهدين الكرام سريعا إنه حتى دارة بايدن لما جت كان هناك وعود كثيرة جدا بأنها تغير بعض الأمور التي اتخذها بايدن ربما الأمور ليست كما يعني تمناها العرب والفلسطينيون ده صحيح يعني إذا كنت حداك بتتكلم عن اختلاف الإداراتين المبدأ واحد هو البقاء على أمن إسرائيل حتى وكان داخل إسرائيل مهيأ للانهيار أو يتوقع جارد دولة بايدن هو يعتبر يعني فيه تطور ملفت لشكل اليسار في العالم اليسار أصبح في الولايات المتحدة وليس في الدول الاشتراكية طبعا مش هنتكلم في أفكار اليسار بشكل عام ولكن سواء كان يمينيا كما ترامب لقدم لإسرائيل ما لا يقدمه أحد من الاعتراف بضم القدس ونقل السفارة الأمريكية وأيضا ضم الجولان أو الاعتراف بضم إسرائيل الجولان تجد في إدارة بايدن أيضا كل الدعم مقدم من إسرائيل زي ما قلت حضرتك ما فيش فرق ما بين اليسار الأمريكي واليمين الأمريكي كل الدعم يقدم من إسرائيل أعتقد أن أقصى ما يستطيع يعني أن يقدمه للجانب العربي أعتقد هو حالة من حالات التوافق الإسرائيلي يمكن حتى إسرائيل بدأت تتحالف إقليميا مع دول الإقليم للضغط على الولايات المتحدة نفسها طيب نقطة الختام كما سبق وأشارت لحضرتك في هذه اللحظة ممكن حركة سماء لحظة فريقة ولا لحظة عادية في الداخل الإسرائيلي أنه فكرة الصراع لانهيار الدولة لممكن تكون لحظة فريقة في تاريخ هذا الكيام؟ بمعتقداتهم هما وأيضا من الجانب العربي هناك علوم زي ما قلتها هناك بعض دراسات ودراسات بتؤكد قرب زواج الإسرائيلي واللي يفتح اليوتيوب ويفتح حاجة هلاقي فيديوهات كتير بتتكلم في هذا المنوال عظيم الفلسطينيون والعرب كيف يتعاطون مع هذه اللحظة بين قوسين الفارقة؟ أعتقد أن الجهود اللي بيقوم بيها المقدسيين تحديدا دفاعا عن المسجد الأقصى والمشاهد اللي احنا بنشوفها تكاد تكون بشكل يومي هي نوع من أنواع المقاومة الفعالة جدا أيضا فكرة البحث عن بداء الأخرى في الدعم من البرلمانات الأوروبية والدعم عن المستوى السياسي والدعم أيضا عن المستوى القانوني ده أعتقد برضو النوع من المقامة الإصرار على الحق لأنه هم أصحاب حقه حتى يمكن الكلمة اللي بديه اليهود أكتر ويمكن حاجة زورته أيضا الأراضي الفلسطينية فكرة لصوص أراضي وليسوا محتلين يعني أقوى من الاحتلال كمان وبيبدأوا دايما على حسب ما احنا شفنا يبدأ بغرفة ثم بيت ثم شارع ثم يحتل المنطقة كلها يعني زي فكرة حقق البراق اللي بيجيبوا له السواح من كل العالم على أنه حقق المكة اللي سموه حقق المكة وهي أيضا مدينة محتلة لا تخضع ليه السيادة الإسرائيلية بأي شكل من الأشكال أعتقد أن المتاح حاليا من المقاومة هي المقاومة السياسية والاجتماعية دي أعتقد أنها يعني إن شاء الله أنا كالعادة كالعادة يعني بنسعى دايما بقناة حركة تحليلية لتفترات الوضع في فلسطين وإن شاء الله لقائك ممتدة مع حضرك لاحقا بإذن الله والعلى القادم يكون خير بالنسبة للفلسطينيين وللقضية الفلسطينية الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد خليفة مدير تحرير وكالة انباء الشرق الأوسط شكرا جزيلا لتحضرتك الله يخليك شكرا شكر موصول دائما وأبدا لحضراتكم ابقوا دائما مع قناة النيل الأخبار تغطيتنا للإخبارية مستمرة معكم على مدار الساعة إلى اللقاء شكرا